قبل ما تشتري شاشة جديدة ايه المواصفات اللي هتدوري عليها في الشاشة علشان ما تندميش بعد ما تشتريها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيتك ايه المواصفات اللي المفروض تاخدي بالك منها قبل ما تشتري الشاشة علشان ما تندميش بعد ما تشتريها اول حاجة مهم تحددي الفئة السعرية المناسبة ليك يعني ما تقارنيش مثلا شاشة بعشر تلاف جنيه بامكانيات شاشة باربعين الف جنيه فمهم تحددي الفئة السعرية اللي معاكي وتقرني كل خيارات الشاشات المتاحة في الفئة دي والشاشات فيها 3 فئة الفئة الاقتصادية الفئة المتوسطة الفئة العليا او الفئة الهاي ان فلما تروحي المعرض تعرفي ايه الشاشات الموجودة في الفئة السعرية المناسبة ليكي وهي دي لها تقرني بينها علشان ما تتهيش وسط امكانيات الشاشات خليكي محددة وما تشتتيش نفسك واختاري افضل المتاح ليكي في الفئة السعرية المناسبة لك بقى الافضل في شركات معينة وفي شركات معروف عنها خدمة ما بعد البيع سيئة كل دي معلومات مهم تعرفيها قبل ما تروحي تشتري الشاشة وهتعرف ازاي من خلال تجارب ناس اشترت شاشة قبل منك يعني اختك صاحبتك مثلا او من خلال ريفيوهات على اليوتيوب ودي كتير النقطة التانية بعد خدمة ما بعد البيع هي فترة الضمان وطبعا كل ما فترة الضمان كانت اطول كل ما كان افضل ويفضل تكون فترة الضمان اطول من سنتين ومهم جدا تبقى عندك معلومات وفكرة واضحة عن الشركات قبل ما تروحي المعرض تشتري وليه المفروض تعرفي وتكوني فكرة واضحة عن كل الشركات قبل ما تروحي تشتري لان ساعات بعض الطجار في بعض المعارض بيحاولوا يقنعوك بشركة معينة مثلا بيكون فيها هامش الربح اعلى او بعض الشركات بتكون المنتجات بتاعتها مش موجودة عندهم فبالتالي بيرشحولك شركات بتكون خدمة ما بعد البيع سيئة بناء على المنتجات الموجودة عندهم النقطة التالتة حجم الشاشة مهم ان ابعاد الشاشة تكون مناسبة لمساحة المكان اللي هتستخدميها فيه والموضوع ده بيبقى محير وبيغيب عن ناس كتير يعني في حد بيشتري شاشة وبيتفاجئ بعد كده انها اصغر من مكان متخيل لما استخدمها في المكان اللي كان بيشتري منه وفي حد تاني عجبته شاشة في المعرض وبعد ما اشتراها تفاجئ انها فعلا مقاسها كبير على مساحة المكان وكمان على الحيطة اللي هيستخدم فيها الشاشة وعلشان ما تتعرضيش لموقف زي ده اهم عام اللي هتاخدي بالك منه هو مساحة الغرفة بالاضافة للمساحة بين مكان الشاشة ومكان الجلوس وعلشان محدش يقولك كل ما الشاشة تكون اكبر كان افضل وده مش حقيقي لانك لما بتروحي سينما مثلا مش بتختاري تقعودي في اول كرسي علشان تشوفي كويس ولكن بتفضلي تقعودي في الكراسي اللي في النص او وراء علشان تشوفي افضل وده بسبب كبر حجم الشاشة وبالتالي المقاس الاكبر في مكان صغير هيخليك فعلا مش شايفة كل مساحة الشاشة وعينك هتبقى مجهدة وفي المجمل ان الشاشات الاكتر من 40 بوصة بتكون مناسبة للصالة او الريسبشن وغرفة المعيشة اما الشاشة اللي 32 بوصة فهي مناسبة للمطبخ وغرفة النوم مع الاخذ في الاعتبار كل الحاجات اللي قلنا عليها من مساحة المكان ومكان الجلوس بالاضافة لنوع الشاشة نفسها رقم اربعة دقة العرض الافضل والمنتشر الفترة دي هي دقة الفور كي ورغم ظهور دقة الات كي لكن هي لسه ما انتشرتش حتى الان في كمان الشاشة اللي بدقة الفول اتش دي ودي بتكون الف وتمانين بيكسل ودي بتبقى جودتها قريبة جدا من الفور كي فلو امكانياتك مناسبة لشاشة فول اتش دي تبقى كويسة برضو رقم خمسة هتختاري الشاشة سمارت ولا عاديا طبعا السمارت هتكون افضل بكتير ليه علشان بيبقى دعم من الشركة بمعنى لو حصلت اي مشكلة في السوفتوير هيتصلح من خلال التحديسات وكمان هيبقى متوفر ليها مميزات زي مشاهدة برامجك المفضلة على اليوتيوب وباقي الاشتراكات كمان من الحاجات اللي مهمة تاخد بالك منها هل الشاشة فيها امكانية التوصيل بالبولوتوز والواي فاي كل دي مميزات بتديك اريحية في استخدام الجهاز بعد كده من الحاجات برضو اللي لازم تركز عليها مداخل ومخارج الشاشة ودي حاجة مهمة جدا وخصوصا لو عندك اكتر من جهاز يعني مثلا لو عندك ريسيفر خارجي او مثلا عندك بلاي ستيشن فمهم جدا تاخد بالك من مداخل ومخارج الشاشة برضو مهم جدا تاخد بالك من مخارج الصوت وكل ما كانت المداخل اكتر كل ما كان افضل رقم سبعة هتاخد بالك من معدل التبايل ودرجة السطوع وزوايا النظر وده السلاسي المترابط واعلمك بالزبط تعرف فيهم ازاي بالتجربة وانتي في المعرض ده عبارة عن ايه ببساطة هو قدرة الشاشة على انتاج درجات اللون والصور على انتاج درجات اللون والصور افضل واوضح فكل ما زاد المعدل زادت قدرة الشاشة على اخراج الصورة باللون الاوضح وكذلك درجة السطوع وكل ما زاد معدل التبايل كل ما الالوان والصور بقت افضل واوضح وكذلك درجة السطوع والفترة دي بتتروح قدرة السطوع لكل الشاشات بين 500 الالف شمع ولكن خلي بالك السطوع العالي لا يعني بالضرورة صورة افضل ولكن مهم التوازن بين السطوع والتباين واخيرا زوية النظر فعلشان تتحققي وتتأكدي من التلاتة اللي هما معدل التباين ودرجة السطوع وزوية النظر هتخلي الموظف او التاجر اللي بيبعلك الشاشة يعمل ايقاف مؤقت للصورة على الشاشة وتكون الصورة بتحتوي مثلا على صورة واضحة لخلفية غمقة وتبدأ تلف حوالين الشاشة من اليمين للشمال او العكس لو لحظتي وجود لون رمادي ملحوظ من اي زاوية من زاوية النظر او الالوان كلها بتتغير بتغير الزاوية مثلا او ظهور حاجة كده شبه الخطوط او السحب كل ما بتتحركي يبقى اصري في نظر خالص عن الشاشة دي لان كل ما الالوان بتتغير مع تغير الزاوية ده معناها ان الالوان بتبقى رديئة في الشاشة دي رقم تمانية مهم جدا الاخذ في الاعتبار نوع المحتوى اللي بيتم مشاهدته على الشاشة زي مثلا البرامج والقنوات التلفزيونية هتختلف عن الافلام الاكشن والالعاب لان الافلام الاكشن والالعاب الشباب بيحبوا يبقوا كأنهم جوة الفيلم الاكشن او اللعبة وبالتالي هتكون مناسبة ليهم الاحجام الاكبر شوية للشاشات وبكده اكون قدمتلك كل المعلومات اللي عندي النهاردة يارب بتكونوا استفدتوا لو استفدتوا معنا دعمونا بلايك اشتراك ومنتوا محفز والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة